بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنستكمل محاضرات مقرر ميكانيكا المواع وبنبتدي في موضوع جديد هو فلاود دايناميكس وموضوع الفلاود دايناميكس بندرس فيه Linear Momentum Equation and its Application بندرس فيه معادلة كمية التحرك الخطية وتطبيعتها احنا عرفنا من المحاضرات السابقة ان كلمة دايناميك تعني دراسة الفورس ان تشاء نتيجة الحركة احنا نعرف انه قانون نيوتن بيقول انه Submission of force equal to rate of change of momentum ان الفورس ان يشانيك الحركة تساوي معدل التغير في كمية التحرك احنا بنحاول نطبق هذا الكلام على الفلاود فبنبتدي نطبق الكلام ده على الفلاود باستخدام نظرية ريونالدي's transport theorem واللي احنا اختصرناها بـ RRT وتبقى الخاصية عندي فيها ال-B momentum ال-M في ال-V ال-B small بتبقى عبارة عن ال-MV divided by M ودي بتساوي velocity vector V وببتدي عمل substitution تعويض في معادلة ريونالدي's transport theorem المعادلة زمية قدامنا كده يبقى كل B capital بشيلها وحط بدالها MV وكل B small بشيلها وحط بدالها V بنحصل على المعادلة اللي موجودة قدامنا DMV by DT بتساوي triple integral control volume rho V dV partial by partial t rho V dV زائد التكامل على control surface rho V V dA من المعادلة السابقة احنا قلنا انه summation of force بيساوي DMV by DT يبقى بحصل على المعادلة اللي قدامي دي اللي هي بتقول انه summation of force equal to triple integral على control volume partial by partial t rho V dV زائد double integral contra surface rho V dA هذه المعادلة معادلة مهمة جدا جدا وبنطلق عليها linear momentum equation for a steady compressible flow يعني ايه؟ معادلة كمية التحرك لسريان غير مستقر قابل للانضغط المعادلة فيها طرفين الطرف بيقول انه summation of force summation of force اللي قدامنا دي هي عبارة عن external force acting on the control volume of fluid اللي هي القوة الخارجية المؤثرة على control volume اللي محترنها طيب ايه يا شباب؟ امثلة external forces اللي عندنا اللي هي gravity force اللي هي مثلا mass of acceleration الشير فورس زي tau مضروبة في الاريا pressure force يقول له pressure مضروب في الاريا طيب الطرف التاني المعادلة بيموسل rate of change of momentum زي ما احنا شوفنا هذه المعادلة هي بتطبق لصريان صعب او complicated اللي هو unsteady و compressible احنا بتبدأ نعمل assumptions to simplify the equation بنبتدي بنعمل بعض الفروض uniform dynasty uniform velocity وزي ما احنا عارفين دايما ان احنا نختار control volume بحيث تكون velocity normal على الاريا بنفترض الصريان steady معنى كلمة الصريان steady زي ما احنا قلنا ان تغير خاصية مع الزمن اللي قدامنا ده بيساوي zero تصبح المعادلة بالشكل اللي قدامنا ده ان summation of force بيساوي التكامل على control surface row v v d a هذه المعادلة هي اللي ببتدي تطبقها على اي سيستم موجود قدامنا طيب ازاي قدر اطبق هذه المعادلة زي ما احنا شوفنا نفترض control السيستم اللي موجود قدامنا ده ببتدي اول حاجة اول حاجة عندي ان انا ابتدي اختار control volume بتاعنا فابتدي اختار بالشروط اللي قلنا عليها اللي هو عمودي على اتجاهات الدخول والخروج فيصبح عندي ادى الدخول السرعة عمودية على الارية ابتدي 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 اطبق المومنتم اكويتشن واحنا قلنا المومنتم اكويتشن دي هنحصل منها على فورس وطالما بتكلم على فورس يبقى بتكلم على مقدار واتجاه وبالتالي الكوردنيتس بتاعتي لازم احدد ده فبابتدي حدد اتجاه الاكس والاي بتواي المعادلة بتقول في الاكس دايريكشن السمميشن اف في اكس بيساوي التكامل رو في في دي اي تعال احنا نبص نيجي نبص على السمميشن الفورس في اتجاه الاكس انا في الطرف ده باخد الاكس سرينال فورس وفي الطرف ده باخد الاي الريت الكنترول فوليوم بتاعي ادى عندي هنا في الدخول زى ما احنا شفنا كده على الكنترول فوليوم في بي واحد اي واحد وعند المخرج عندي البرشور عندي بي اتنين اتني سليم طيب يبقى اف اكس بي اتنين اتنين دي اروح انا بقصص على الديريكشن بتاع الاكس هنا هل ماشي معاها ولا ضدها لا ماشي معاها بقى مجابة لما بص هنا البي اي سوري البي واحد اي واحد ماشي معا ال اكس البي اتنين اي اتنين ماشي ضد ال اكس يبقى البي واحد اي واحد اشارتها مجابة والبي اتنين اتنين اشارتها سالبة خلصت الطرف ده ببص على الطرف اللوريتي وفي تشينج افمند معدل الطيور في كمية التحرك انا عندي اللي داخل هنا المعادلة تقول الى بتقول الى مينس رو ا واحد v واحد v واحد في المخرج الاشارة بتاعت الفرص بتاعتنا بلاس رو v2 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 طيب المينس دي اتخذت ليه علشان ده اقلنا inlet flux ابدأ اجيب الف ده هيروح الطرف التاني انت بقشرته سالبة هيروح الطرف التاني انت بقشرته مجابة يبقى الف عندي هذه المعادلة انا حصلت على الف اكس احنا قلنا الف اكس المحسوبة باستخدام المومنتم هي الفورس on في عكسها في الاشارة احنا نقول كل فعل رد فعل لمساون له في المقدار ومضاد له في الاتجاه يبقى الRx بتساو منس FX يبقى انا كده قدرت تحسب الRx على سيستم زي الموجود قدامنا المحاضرة القادمة ان شاء الله نستكمل باقي هذا الجزء وتطبيقاته وشكرا